أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتظاهر الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وطلة اللقفة حامات العسكرية الإسرائيلية وخلال نظره الأردني أيمن الصفدي على هامش اجتماعات مؤتمر نزع السلاح في جينيف أشار شكري إلى أن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتنوى للقاء سبل دعم وكالة الأونروا في إطار ولايتها المنشأة بقرار الجمعية العامة حيث إن أي مساس بتلك الولاية سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام والتي تعد إحدى أهم قضايا الحل النهائية